انطلق كيف الزحمات اليوم في السوق كيف ايش كيف الزحمة في السوق اليوم والله عالي يا أخي تبقوا الصراحة العيد حياة يا أخي أغبط الناس اللي يتقبضوا قبل رمضان أمي عمري ما سويتها أنا في حياتي أحسم بالله ما أذكر أمي نزلت في رمضان السوق إلا يمكن تعد على رؤوس العصاد لا إله إلا الله أمي عندها قاعدة ولا تنزل في الليل مارة صالحة أمي ما تنزل في الليل ما شاء الله تنزل في النهار في الصباح أيها يا أمي الصباح الناس مدامة ونايمة خذنا النام لا ننزل في الصباح ما تضيع لين إذا اضطرت مرة في صباح رمضان هاي إذا اضطرت إذا اضطرت والله أنا في ناس يتقبضوا من قبل العيد بشهر من قبل رمضان بشهر هذا وصح يا أخي تبقى الصراحة يا أخي ما أدري كيف كيف يتذكروا هم الحاجة دي يا أخي كيف يتذكروا عيد يا أخي عمري عباس يا أخي مستشدون عيد يا أحمد عباس أنا أعرف أنا أعرف عندي بعد شهرين عندي عيد أسمع الفطر أنا أفصل أنا أفصل في آيثوب خليها ومساس الرعاة صاح يستاهل آيثوب أنا أفصل في آيثوب زين كل فيها بي بس أخذ القماش وأوديه ويفصل إليه والله يستاهل أبو عباس يستاهل يستاهل أبو عباس ربعة ثياب عدي يا حبيبي تستاهل الطيب يصبر يستاهل أحيب يجيك العلم يتقول يستاهل أو يستاهل قبل ثلاثة أيام من الآن قبل ثلاثة أيام طبعا أنا أمون على الأونر الأونر اللي هو المالك زين أمون عليه صديق جدا 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 اللي هو مالك عيده أيوه صديق جدا فأنا السلام عليكم كيف حالك يا حبيبي يا حياتي يا روحي وعمري يعني إيش أسلوب أنا القماش جاهز قماشي وقماش عباس عباس محمد عباس وقماشي قماش عباس جاهزات أمر الشباب يفصلوا لي يرزل لي قال والله لو جاء أبوي ما أفصل لي على حيوة صدق في وقت غلط يا عباس أكلم هذا قبل أمس قال لو جاء أبوي ما في بي يعني أنت جاء يمس الترجلي صحيح أنت قال لي قلت لها أبو فلان قال أقول فتح لي موضوع تالي يا محمد عباس ما في الحين ما في أحد محمد عباس إيش أخرك موحد رمضان تبص صراحة التسويف التسويف والله بمانا كل مرة أقول أروح بأكرة أروح اليوم أروح بكرة وراح الزمن بس باختصار يعني وراح رمضان وراح رمضان وراحة للدنيا لأول مرة يمكن السنة دي أعيد رمضان بدون جلابية جديدة أنا كالعادة أفصل قبر والله تعالى فكرة ما أفصل في رمضان أنا لرمضان للعيد أفصل قبر رمضان مع الشتويات أفصل لي واحد أو اثنين صيفية خلاص خليه للعيد تبدأ فكرة السنة هذه رحت علي خنا سبحان الله ما عمدي فصلت لعيد الفتر والله والله التسويف سبحان الله تفصل في عيد رمضان أني بيخرب ثوبك من الصلاحة أسمع تلبس ثوب قديم أفصل في عيد ثوب أي تسويف تلبس ثوب قديم أي تسويف في ثوبي ركز عليك تخصم يا بومساو أخمسين لا أنا أفصل في السبعة لا مايكة طافي افتح مايك عليك تخصم فهذا معي أفصل في الاربيت ما أحبه أنا يا أخي أي شو الاربيت يوالله لازم تحبه لازم تأقرب عليه الله يمان يحب حديك يشري يعني فاهد السنة هذه انت بتعيد زين بدون جلابي جديدة يا أخي جلابياتي جديدة الله يديب علىنا النقر أيوالله والله العظيم بالجد والله العظيم بسم الله العظيم أيوالله والله شوف لكن قالوا من السنة أنا فيني غباء منقطع النظير قبل لا ينتهي الشتاب عشرين يعني انفصلت لثلاثة ثياب شتوية 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 أبو المعيات في القبلة كده ايه على الزاوية زاتها خليدينا خليدينا على الزاوية على الزاوية الفرشا كده يعني فاهد فصلت شتويات ايه ها الشتوية ميزة شو نتعارب طب العشر سنين تصدق انحا ثيابها احنا نلبس شتوية على طول السنة ايه صح هذا ميزة وهل جدة ومكة ترى يلبسوا ملون طول السنة بس مو شتوي ملون ملون سيفي ملون صيفي ايه ترى فيه سرعة هذا كده اه تعطف لازم ايه في من التعطف طرح اصلا يجي موديل هذا اللي يجي مكرمش قطو ان ذا الله كم قلني ما جلس جلسة رياليتي كده اصوله في اي حاجة وابد في اي حاجة اي حاجة قد راحتك من عكس ها تقول لي اعيدكم في ابها السنة هذه ان شاء الله بنزوركم انا والوارد والوالد الله يحييك احسار تبوك تعجب ودي اجيب الوالد والوالدة للسودة كده يطعوا الجبال يا اخي ترى مشكلة ابها او مشكلة ما هي مشكلة مشكلة الناس اللي يجون ابها بس بالسودة ما يعرفون الا السودة خلاص وديني مكان تاني ان شاء الله البيضة ان شاء الله اي حاجة ايش البيضة عكس السودة والله لا اشوفك لا اشوفك يا محمد عبا لا تكفى والله اسمع اسمع بقولك حاجة يعني ان شاء الله اني بجي ابها هناك وحامشي الوارد والوالدة نمشي نتفسي احنا عشان وارد نزورك الدنيا ايو والله 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 محمد انا قد قابلت ابوك صح ابويا ايو ما ادري والله اليوم اشوف صورتي اليوم في الواتساب ايو ايو ياخي وينبعين شفته ابوي رجل صالح سبحان الله ايي اي يا انا اقبلتها معاك يا محمد اقبلتها معاك ايمكن والله اين في رمضان في رمضان ايو ولا لا لا في رمضان يااخي الليmanuel اللي اشوف الشخص المهم مااذ قابلنا في رمضان الا رمضان هذاك ايو الشخص المهم اللي قابلت هنا عباس محمد اه الله تدري عاد لو ماد برنامج الفجر هو اينام والله كان جيبته باقي يقول عباس محمد عباس مصار رجال الحين ما في عباس محمد عباس شرطين ذاك لا يا جيف الحجر يقول قدقت رمضان رمضان الكريم سهم لله تلعتيك بس المشكلة انه لسه ما فكل يعني الحاجز كده حق الناف حق الناف ايو ايو لا اقصد حق الشاشة اخدت معي قبل بداية رمضان اخدت معي في برنامج بتاع المجد ما قال ما نطقه ولا كلمه اولا وصلنا البيت قال لي بابا ماشي معاك الغنة تاني امي موجودة قالت لب تمشي الغنة عشان تقعد تتبقن بس ساكد قال لا 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 تاين ام مشهد حتكلم وحنشد وحقر لهم قرآن تردم تردم وين تردم ايوه يوم الا يمع الندم ما في الا شكله بس يوم باي تفرج على نفسه نفسه ساكد ساي الريالة جميلة شباب